أنتم متعاقدين مع شركة بريطانية على مدر رطوبة هو يأخذ 95% لماذا لم تعملها أنتم؟ هذه الخلطة تفتحون الشيس وتضعونها زيان القيمة المضافة 30% شا تحقق الكم؟ نعم نحن هذه حقائق أمام الناس كلها المعمل اللي افتتح معالي الوزير المبجل اللي راح طلع من الوزارة هو معمل فيه خطوط إنتاجية أم هو تعبئة وتغليف؟ للأمانة لأنه حاسب كل نحن باتش هل تكون معمل لإعادة تعبئة وتغليف؟ لا أستاذ هو مو فقط تعبئة وتغليف هو شون حقق الـ 30%؟ هناك إضافة مواد محلية حتى تضيف قيمة مضافة إلى المنتج المواد هذه هذا السماد إذا تجيبه سحة على وضعها بس يتعرض للرطوبة حتى إذا بالإمكان تزورون الموقع وتشوفونه السماد يتحول إلى لون أبيض بسبب الرطوبة يتحرر النيتروجين هذه المادة المضافة تغليف الحبيبة تمنع الرطوبة أنه تأثر على السماد بحيث من يوصل للفلاح يوصل سماد كامل هذا معمل لهم معمل ساد بديع بغض النظر عن التفاصيل الفنية معمل ساد بس دقيقة هو معمل في خطوط إنتاجية إذا كان معمل وبيه خطوط إنتاجية المفروض أن تصنعون والعراق كان عد من أفضل معامل الفوسفات والسماد واليوريا بمنطقة الشرق الأوسط إذا عدك معمل ليش تستورد؟ هذه معامل الصناعة الأسمد أستاذ معامل صناعة الأسمد أولاً مكلفة جداً مرخيصة إيجغال تكلفة المعمل ثانياً القانون سمحنا بحقود مشاركة هسان إيجغال تكلفة المعمل إذا يريد إنشاء معمل متكامل يعني بحدود ستمية مليون دولار ستمية مليون دولار ستمية مليون دولار أبعاقد بالتلفون يطلعونها يا سيد بديع أبعاقد بالتلفون يطلعونها تقول لي مبالغ كبيرة والله صحيح نعم تدري ليش أستاذ نجيم راح أضطيك معلومة جديدة هتدري إنه مصانع الأسمد في أبو الخصي وفي خور الزبير وفي بياجي أنشئت بقروض يابانية أعتقد أن تتفاجئ هذه المعلومة يعني شنو قيمة ذاك الوقت خبسوية مليون دولار عندما كان العراق يمتلك موازنات استثمية مليار ما فوق ما بنا مصنع حتى هذه المصانع هي قروض يابانية من سنة هذا المصنع هذا المصنع لتربل آي أنتو متعاقدين ويا هذا الولد على أساس أنه بريطاني وعنده شركات بريطانية أو راح يجيب خطوط إنتاجية أو يأخذ من الربع 95% وأنتو دولة تأخذون 5% زيان اللي أنتو استفادئته شنو واللي إحنا استفادنا شنو أو طلع ثلاثة أربعة مصنع يسألون لقيمة مضافة يعني ما تعتقد هذا الكلام من الصعوبة أن يمشي عليناه وأنا ناقشت الوزير السابق قبل سنتين بهذا الموضوع شنو مستفادئين انتو نعم كلام صحيح احنا شنو نطينا لهذا المستثمر وراح ناخذ 5% نطينا قطعة أهراض استاذ بنا عليها المصنع المرحلة الأولى وراح يبني المصنع المرحلة الثانية هذه الخمسة بالمئة هي موقع مقابل الكلف الإنشائية والكلف التشغيلية كلها عالية نعم أمامك شاشة نعم شوف هذه المعامل اللي موجودة بالعالم شوف هذه ما سابق بالسعودية ذات الطول للأستاذ خليشوف انه الاستثمار والشراكة شوف انتوني هاي الصور رقم واحد شوف استاذ بديع هاي الصور هاي المعامل انتوني البتروكمية ما البتروكميوات انتوني اياها شوف استاذ بديع هاي الصورة الثانية شوف هاي المصانع اللي موجودة بالعالم نعم دا تشوف هاي المرحلة الثانية استاذ راح تكون مصنع أمونية مماثل لهذه المصانع أولا ثانيا اذا تقارننا مع أسابك هذه مقارنة مو منصف استاذ لأن البيئة العراقية بيئة طارد الاستثمار الى ان تكون بيئة جاذبة الاستثمار ليس ساعة راح نوصل بمصاف هذه الدول يعني في مصر في مصر قبل سنوات كان القانون الاستثمار طارد للمستثمر الآن في ظل سيد السيسي غير القانون غيره والآن تقدر شوف مصر خلال هذه السنوات الأخيرة طفرة نوعية في كل مجالات في مجال الصناعة في مجال البناء التحتية لأن قانون الاستثمار غيره وين هالطفرة النوعية يا أستاذ يا أستاذ بدي أنت هسا أول ما طفرت جبتوا سماد بيشعاعات وين هالطفرة النوعية مو بالعراق جاي أحاديك في مصر في مصر في مصر طفرت تغيير قانون المستثمر ليش ما تغيرون القانون ناقصنا قانون الاستثمار أستاذ ناقصنا قانون الاستثمار يحمي المستثمر ويغير سياسة التعامل مع المستثمرين حتى تدخل المستثمرين حقيقيين يبنون البلد نعم ولا التحتية إلى المصانع إلى كل شيء اشتركوا في القناة